اهلا بكم الى دائرة شرق اذا التوتر بين سودان واثيوبيا يعود الى الواجهة مجددا بعد قيام الجيش الاثيوبي باعدام سبعة جنود ومواطن سودانيين مؤخرا الحادثة لاقت استنكار الخرطوم التي توعدت بالرد فما القصة وفقا للجيش السوداني قامت قوات اثيوبيا باختطاف جنود سودانيين واقتادتهم الى داخل الاراضي الاثيوبيا قامت باعدامهم والتمثيل بجسسهم امام العامة في 22 من الشهر الحال هذه القصة نفاها الجيش الاثيوبي بالمقابل وقال ان الجنود لقوا حتفهم في مواجهات مع ميليشيات اثيوبية مسلحة محلية بكل الاحوال الجيش السوداني تعهد اليوم بالرد على هذه الحادثة بالشكل المناسب وعزز قواته على الحدود مع اثيوبيا وقالت مصادر عسكرية سودانية للشرق ان الجيش هاجم مناطق تمركز القوات الاثيوبية في منطقة الحادثة في الفشق الصغرى والكبرى واغلق المعبر الرابط بين السوداني واثيوبيا وكذلك دانت الخارجية السودانية لهذه الحادثة وقامت باستدعاء السفير الاثيوبي لابلاغه احتجاجها واعلنت عزمها تقديم شكوى لدى مجلس الامن والمنظمات الدولية والاقليمية ذات الصلة التوتر السوداني الاثيوبي ليس وليد اللحظة بالرغم من انه اكتسب زخما كبيرا مؤخرا فعلى الحدود وتحديدا بهذه المنطقة في منطقة الفشقة تقع اشتباكات متكررة بين قوات من الجانبين في اراضي كان ينتشر فيها مزارعون اثيوبيون محميين من قبل قوات مسلحة اثيوبية فيما تطالب السودان بهذه الاراضي وتعتبر وجودهم غير شرعي ليست الفشقة فحسب هي محور خلاف بين اديسابابا والخرطوم فهم كثر ومن ابرزها ايضا الخلاف على المياه المتمثل في مشروع سد النهضة لتوليد الطاقة الكهرومائية الذي بنته اثيوبيا على نهر النيل الازرق وترى فيه السودان ومصر دولتان مصب ترى فيه تعديا على حصتهما المائية وتهديدا لامنهما لنعود قليلا ونضع هذا الاشتباك الاخير في منطقة الفشقة ضمن سياقه التاريخي تشهد الحدود السودانية الاثيوبية اشتباكات متكررة بين القوات المسلحة للبلدين وخاصة في منطقة الفشقة ففي نهاية سبتمبر العام الماضي اعلنت الخرطوم عن تصديها لمحاولة اثيوبية للتوغل في اراضيها نهاية نوفمبر من ذات العام اندلعت مواجهة مسلحة سقط على اثرها 29 عسكريا سودانيا في اطار تصديهم لمحاولة توغل اخرى من قوات اثيوبية خلال هذا العام وتحديدا في ابريل الماضي اكد وزير الخارجية السوداني خلال لقاء مع المبعوثة الخاصة الامين العام للامم المتحدة للقرن الافريقي ان منطقة الفشقة هي ارض سودانية داعيا في سياق ذاته الى مواصلة الحوار لتسوية الخلافات مع اديس ابابا اما في مايو فعاد التصعيد بين البلدين مرة اخرى حينما استنكرت الخارجية السودانية حديث الخارجية الاثيوبية بشأن منطقة الفشقة واكدت ان نشر السودان قواته الامنية داخل الحدود جزء لا يتجزأ من ممارسة سيادته على اراضيه وفي يونيو الحالي اتهم الجيش السوداني اثيوبيا باعدام سبعة من جنوده ومدني تم اسرهم في اشتباكات بين الجيشين قبل ايام وتوعدت الخرطوم بالرد على هذه الواقعة وفق بيان الجيش السوداني اذا التوتر عاد من جديد الى الحدود السودانية الاثيوبية بعدما اعدم الجيش الاثيوبي جنودا ومواطنا سودانيا هي اذا ليست الحادثة الاولى فما جزور الخلاف دعونا نذهب الى الخريطة ونتعرف اكثر في عام 1995 استغل مزارعون اثيوبيون تحت حماية ميليشيات اثيوبية مسلحة نحو مليوني فدان تقريبا من الاراضي السودانية زراعية الخصبة خاصة في منطقة الفشقة الخصبة مستغلين انعزال الفشقة الصغرى والكبرى عن بقية السودان بسبب انهار عطبرة وبسلام واستيت وايضا مستغلين انفتاح هذه المنطقة جغرافيا على اثيوبيا بلا اي عوازل طبيعية واقام الاثيوبيون في سبع عشرة منطقة اقاموا فيها نحو ثماني مستوطنات وشيدت بها السلطات الاثيوبية عدة قرى هنا وزودتها بالخدمات والبنى التحدية بما فيها ايضا الطرق المعبدة وصلت في بعض الاحيان الى 24 كيلو متر داخل الاراضي السودانية وطوال سنوات ازعج هذا الوجود الاثيوبي طبعا ازعج السودانيين المقيمين في المنطقة وكذلك ازعج السلطات الحكومية السودانية بسبب الهجمات التي تقوم بها الجماعات المسلحة الاثيوبية وعمليات النهب للقرى السودانية المجاورة لها الى ان توصل طرفان الى اتفاق عام 2008 اعترفت بموجبه اثيوبيا بحدود السودان مقابل ترك او بقاء المسارعين الاثيوبيين داخل الاراضي السودانية لكن الخلاف على الفشقة عاد الى الواجهة عام 2018 بعدما اسقطت جبهة تحرير شعب تيجراي من الحكم في اثيوبيا وما تبعها من اضطرابات في العلاقة مع ابي احمد رئيس الوزراء الاثيوبي الجديد انذاك وايضا لا ننسى تغير الحكم في السودان وفي نوفمبر عام 2020 بدأ الجيش السوداني عملية عسكرية واسعة النطاق نجحت في استعادة 90% من هذه الاراضي التي كان قد استوطنها الاثيوبيون وتبع ذلك عمليات تطوير تأمين للمنطقة من ضمنها انشاء ثلاثة جسور لربط الفشقة الصغرى والكبرى ببعضهما وايضا ربطهما بالسودان وعقب هذا فعلت اللجنة السياسية لترسيم الحدود بين السودان واسيوبيا وعقدت مباحثات بشأن تهديئة الاوضاع اتفق البلدان حينها على تفعيل مبدأ حسن الجوار على المبدأ التعاون والتفاهم المشترك ولكن من دون التوصل فعليا الى التفاهمات مكتوبة نهائيا ليعود ويشهد العامان الماضيان اجتباكات تطورت الى تبادل لاطلاق النار بين الجيش السوداني والاسيوبي ادت الى قتل العشرات وبالحديث عن هذه الاشتباكات ربما التي سألنا عنها وربما تكون اشتباكات مباشرة بين الجانبين لنلقي نظرة على ميزان القوى العسكرية بين الجيشين الجيش السوداني وذلك الاسيوبي الذين يقعان في قائمة اقوى جيوش العالم على مقربة في الترتيب من بعضهما من حيث مستوى القوى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لنفهم اكثر اليوم هذا الاشتباك وسياقه طبعا والقصة التي يختلف الطرفان على تفاصيلها هذا من ستوك هولم عبر زومة سيد ياسين احمد رئيس المعهد الاثيوبي للدبلوماسية الشعبية من الخرطوم لواء معتصم عبدالقادر الحسن استاذ في الاكاديمية العليا للدراسات السراتيجية اهلا بكم معنا في هذا الحوار ابدأ معك سيدة لواء من الخرطوم لانه بالحقيقة الجانب السوداني يتحدث اكثر عن التفاصيل وهنا لابد من الاشارة ان الخارجية السودانية قد قدمت بالفعل شكوى لمجلس الامن وقالت ان هذه لن تذهب او ما حدث لن يذهب دون رد ماذا نتوقع اليوم ولماذا يعني يبدو الرد الفعل السوداني العاليا عسكريا توجه الجيش الى هناك الخارجية قدمت هذه الشكوى لمجلس الامن لك التحية والشكرة سيدة الرئيس البرهان توجه بنفسه مع قادة اركانه ومع القيادة الشرقية الى تلك المنطقة والان وصرح بانه لن يترك شبرة من الاراضي السودانية ولكنه لا يريد حربا او تزعيدا مع القوات الاثيوبية او الدولة الاثيوبية والسودان بعد ان تم تحرير 90% كما ذكرت في تغريرك من اراضيه من اثيوبيا سنة 2020 عاد استجابة الى وساطات اقليمية ودولية وكفة عن تحرير باقي المناطق ولكن الان الجيش السوداني عازم على الوصول الى الحدود الدولية وتطهير كافة الاراضي السودانية من المتوقلين سواء كانوا مليشيات او جيش اثيوبي او خلافوا الحدود السودانية ستعود كاملة الى الاراضي السودانية ماذا عن المزارعين سيادة الليوة؟ المزارعين الآن لا يمكنهم الزراعة في هذه المنطقة في ظل هذه التوترات وفي ظل الاعتداء على القوات السودانية كما ذكرت بالرغم من اعتراف الحكومة الاثيوبية في عام 2008 بالسيادة السودانية على الحدود وعلى اراضي الفشقة ولكنها عادت تعود وتعتدي على الجنود السودانيين الموجودين في المناطق وهؤلاء الجنود ليست مهمتهم مهمة قتالية وإنما مهمة أقرب إلى حراسة هذه الحدود والوقوع لها سيادة الليوة قبل ان اذهب الى اسمع رأي ايضا اثيوبيا مع السيد ياسين أريد فقط أن أستوضع هذه النقطة ما هو اللب الاتفاق الذي جرى بين الجانبين فيما يتعلق ببقاء المزارعين الأثيوبيين هل نتحدث هنا عن تعويض لخروجهم عن اعطائهم أو ابقائهم في أماكن وأراضي معينة لاستثمارها البقاء فيها فقط بس لو توضح لهذه النقطة حسب فهم السودان لها طبعا كانت هناك حزمة من الاتفاقات بأن يمكن أن يتم المزارع عبر الاتفاقات معينة ولكن يتم ذلك بعد أن تتم كامل السيطرة السودانية على هذه الحدود يمكن للسودان كما ذكر في اتفاقات أو تفاهمات سابقة أن يسمح لبعض المزارعين الأثيوبيين أن يزرعون معا مع الجانب السوداني لمصلحة البلدين وفي ظل علاقات ودية ولكن أن تغوم القوات الأثيوبية بالغدر بالجنود السودانين المتواجدين على الحدود وبالتمثيل بجسسهم وببثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي محاولة لإرضاء المزارعين المحليين بأن هذه الأراضي قد عادت لهم بعد تحريرها في 2020 ومحاولة لإرضاء ميليشيات الأمهر التي قاتلت التقراء في أثيوبيا جنبا إلى جنب مع الجيش الأثيوبي هذه المحاولات لن تجدي والسودان لن يفرط في هذه الأراضي ولن يفرط في أي شبر من أراضيه في أي مكان آخر طيب لماذا تحملون الحكومة هنا المسؤولية وأنت تعرف أن حكومة الأثيوبيا تقول هذه ميليشيات خارجها عن نطاق سيطرتنا الحكومة الأثيوبيا أحيانا تقول أن هذه ميليشيات وأحيانا تقول أن القوات السودانية توقلت داخل أراضيها بمصاحبة قوات من جبهة تحرير التقراء التي تطلق عليها إرهابية السودان لو كان يريد أن يتدخل في النزاع الأثيوبي لتدخل عندما كانت قوات التقراء على أبواب أديس أبابا السودان كفى أيديها عن التدخل في الشأن الداخلي الأثيوبي الأثيوبي ولكن أثيوبيا باستمرار تضع عينيها على هذه الأراضي ولا تريد أن أرضت عليها عدة مخترحات هناك الآن قوات مشتركة في الحدود السودانية التشادية في الحدود السودانية مع أفريقا الوسطى حتى هناك تفاهمات في الحدود الليبية السودانية مع حدود دولة جنوب السودان الحكومة الأثيوبيا لا تريد أن تلزم نفسها بأي اتفاق مع حكومة السودانية مثل ما تطواطل في المشاكل الأخرى مثل سد النهضة لا تريد أن تضع أي شكل من أشكال الالتزام أو الاتفاق مع الحكومة السودانية بمواعيد ومواقيد لملء السد وخلافه من القضايا يبدو أن هذا ديدا الإخوة في أثيوبيا ولكن السودان لا يريد أن ينتغل بهذه الحرب إلى الأراضي الأثيوبية نريد فقط أن نؤمن أراضينا ونفرض السيادة السودانية على هذه الأراضي أذهب إلى ستوكم رأيكم سيد ياسين أحمد ما هي وجهة نظر الأثيوبية كيف تدافعون عن ما حدث وما هي الرواية الأثيوبية هنا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا على الاستضافة على قناة الشرق وحي ضيفك الكريم من السودان يعني وفقا ما صدر من بيان الحكومة الأثيوبية أن أولا حكومة الأثيوبية تنفي أن هذه القسائر التي تأسفت عليها يعني قسائر لدى الجنود السودانيين أنه لم تصدر من الجيش الأثيوبي إنما هي صدرت من بعد الميليشيات فبالتالي هي الآن تجري تحقيقا وأصدرت بيان وتتأسف على هذه الأرواح القسائر وأثيوبية تقول أيضا هذه ليست مرة الأولى وأثيوبية أيضا هي تريد أن تجري تحقيق تحقيق مشترك أو تحقيق على حداء لكن في نهاية الأمر أيضا أثيوبية الآن تدرس لأن هناك تناقضات في بيان الجيش السوداني الذي دعا أن من قتلوا بواسطة الأثيوبين كانوا أسرى سودانيين عند الجيش الأثيوبي ولكن لم يعلن من قبل ولا يعلم الشعب السوداني إطلاقا أن هناك أسرى من الجيش موجودين عند الأثيوبين فكيف لنا أن نصدق أنهم سودانيون ولتعلن القوات المسلحة السودانية أسماء ورتب هؤلاء من تقول أنهم كانوا أسرى ومنذ متى هم في أنهم أسرى ولماذا لم تعلن هذه المعلومة من قبل سنتين وهو عمر هذا النزاع في الفشقات إذن حقيقة هناك أيضا تشكيك في الرواية السودانية التي تتناقض لأن تعودنا في أثيوبيا والحكومة الأثيوبية مرارا وتكرارا عندما تكون هناك أزمات داخلية في السودان دائما أثيوبيا تكون الشماعة التي تعلق عليها الفشل الداخلي لإدارة الملفات الداخلية فهذه ليس المرة الأولى حصلت سنة 2020 عندما كانت أثيوبيا منشقلة بإنفاذ القانون في أثيوبيا لقمع المتمردين إذن وحصلت أيضا سنة 2021 والآن تحصل أيضا للمرة الثالثة إذن هناك حقيقة المليونية المرتقبة يوم الخميس للشعب السوداني الذي الآن هناك مواكب مستعدة مليونية مظاهرة تخرج لكي تعبر عن احتجاجها للمكون العسكري إذن هذا هو السبب صرف الأنظار يعني الشعب السوداني لصرف الأنظار إلى مسألة لأزمة الحدود الحشقة سيد أحمد اسمح لي بس أسألك هنا تفصيل فقط لأفهم على ماذا تستند حضرتك فيما تقول ولكن مصدر الفيديوهات كما يقول سيد لواء وكانت على السوشال ميديا هو مصدر أثيوبي ليس مصدر سوداني يعني من اختار التوقيت أو يعني هو جاء التوقيت بأياد أثيوبية يعني ليست السودان اللي سربت الفيديوهات ولا وضعت فيديوهات على مواقع أثيوبية صح؟ أنا أسأل أسأل ضيفك الكريم أنه عندما تقول أنهم أسرع لماذا لم تعلن أسماءهم ورتبهم لأن هناك حقيقة أيضا أثيوبيا لأن تتهم السودان أيضا إذا لم يكنوا أسرع هم من يعني سيد ياسين نتيجة هم سودانيين دعني أكمل بسيار إذا كان في أسرع إذا كان هناك حرب إذا ما كانوا أسرع من هم أنت تشكك بأنهم سودانيين بس لا أفهم وجهة نظر أنا أنقل الآن بوجهة النظر الأثيوبية أنها تقول الآن هناك ميليشيات لأن هناك أثيوبيا تتهم أيضا الجانب السوداني أنه أوع عناصر من عناصر إرهابية من الجبهة الشعبية للتحديد التقرير في السودان فهو في طرف ثالث وهي الجبهة الشعبية للتحديد التقرير هي المستفيدة من تسعيد الأمر بين السودان وبين أثيوبيا خليني أذهب إلى سيات اللواء لأفهم اليوم ما رأيك سيات اللواء بوجهة النظر هذه بأن كل ما حدث هو مفتعل بأياد يعني عبر طرف ثالث للفة النظر أو يعني تجنيب النظر عن الأزمة الداخلية التي يواجهها وتواجهها اليوم الحكم في السودان تحديداً جانب العسكري محاولة التشكيك التي أضلى بها ضيفك الكريم عن أن الحادثة قد تكون مختلقة هذه المسألة وردت في بيانة الحكومة الأثيوبية وبالتاريخ محدد التاريخ أن يوم 22 يونيو 20-22 ميلادية وأبدت أسفها الحكومة الأثيوبية على هذه العادثة الحكومة الأثيوبية لم تنكر الحادثة ولم تنكر وقوعها وأسما هؤلاء الأسرى الذين تم تجريدهم من السلاح وتم الغدر بهم ومحاصرتهم بقوات ميليشياوية ضخمة وجلبهم إلى القرى لإرضاء المزارعين أن هناك ميليشيا تدافع عنكم كي تزرعون في الأراضي السودانية كان هذه الرسالة من الفيديو رسالة من الفيديو للمواطنين الأثيوبين أن هؤلاء السودانين الذين أتوا لحماية حدودهم هؤلاء نحن نأسيرهم ونمثل بجسسهم ونعرضهم حتى على غانوات التواصل الاجتماعي بالحديث عن الوضع الداخلي في السودان كل القوة السياسية السودانية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار إلى الوسط أي تنظيم الآن سياسي والذين يدعون إلى مواكد 30 يونيو 2022 لينها ما يسمى بالانقلاب كل هذه القوة وقفت مع الجيش السوداني وأدانت هذه الحادثة البشعة والطريقة التي عرضت بها والتمثيل بهؤلاء الجزء وأبدت وقفتها مع الجيش السوداني في هذه المزلة وكما قلت لك أن الجيش السوداني قد بدأ فعلا في السيطرة على حدوده في هذه المنطقة لا علاقة لما يجري في 30 يونيو هذا 30 يونيو ميران سياسي سوداني السودانيين يمارسون حرياتهم يمارسون تظاهراتهم يمارسون إضرابهم يمارسون إضرابهم السياسي سوف نتحدث نحن أكثر عن الشأن الداخلي السوداني لا علاقة لها بما يجري على الحدود الآثيوبية شكرا لك سيادة تلوة مع تصمع القدر الحسن أستاذ في الأكاديمية العليا درسات سراتيجية من الخرطوم من استوقع المسايد ياسين أحمد رئيس المعهد الأسيوبية ديبلوماسية الشعبية حدثنا من هناك كل شكر لكم